عذاب القبر في الاسلام يصور لنا الاسلام انه عندما تفارق روح الميل في جسده ويحمله الناس الى قبره تقول الروح الصالحة قدموني قدموني والشرير تقول يا ويلي اين يذهبون بي بعد صلاة الجنازة على الميت يبدأ الناس في تفنه والقبر ينادي انا بيت الغربة انا بيت الوحدة انا بيت التراب انا بيت الدود ويخبرنا الحديث ان الانسان اذا وضع في قبره وتولى اصحابه تعود روحه اليه حتى انه يسمع قرع نعالهم ثم يأتي ملكان منكر ونكير يجلسان الميت ويبدعان في الامتحان فان كان مسلما صادقا يقولان له من ربك فيقول ربي الله ما دينك ديني الاسلام ما هذا الرجل الذي بعت فيكم هو رسول الله وما يدريك قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت وبالتالي يكون قد نجح في الامتحان فيفتح له في قبره مد بصره ويصله شيء من ريح الجنة وطيبها وينادي مناد في السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا اليها ثم يأتيه رجل حسن الوجه والمنظر فيقول له انا عملك الصالح اما الكافر فيأتيه الملكان ويسألانه ما الربك ها ها لا ادري ما دينك ها ها لا ادري ما هذا الرجل الذي يعيش فيكم ها ها لا ادري فيقال له لا دريت ولا تليت لم يجتز المسكين الامتحان ويبدأ العداء وينادي مناد من السماء ان كذب فافرشوا له من النار فيضرب بمطرقة من حديث مترقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصرق ويصيح صيحة تسمعها الخليط كلها الا الانس والجنس بل يضربه حتى لا تختلف فيه اضلاعه فيقال للارض الفئمي عليه فتلفئم الارض عليه ويسلط عليه في قبره تعبان اسمه شجاع اقرع فيأكل لحمه من رأسه الى رجله ثم يكسى اللحم وهكذا ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الرائحة فيقول انا عملك الخبيث ثم يرى مقعده من النار ترى الى متى يستمر هذا العذاب ومن سينجو منه وهل له جذور في اديان اخرى هذا ما سنعرف اليوم في سؤال جريب